اشتركوا في القناة صحيفة اندبندت عربية تؤكد طرح ملفات مصرية في القمة العربية الاوروبية هارس الاسرائيلية تتساءل هل ستعيش سجون لاحتلال موجة جديدة من التصعيد تليغراف البريطانية تثير قضية الثمن الذي ترغب قوات سوريا الديمقراطية في الحصول عليه البداية من صحيفة ذي اندبندت عربية التي اشارت الى اهمية القمة العربية الاوروبية بشرم الشيخ الان وتحت عنوان قضايا خلافية مؤجلة الحسم قالت الصحيفة ان هناك قضايا تم تأجيل البت او الحسم بها غير ان هذا لم يمنع من الاتفاق المبدئي على الوصول لحل لعدد من القضايا اهمها التصدي للهجرة غير الشرعية والعمل الجدي على التوافق بشأن القضايا الخلافية وقال مسؤول بارز في جامعة الدول العربية للصحيفة ان الهدف من القمة هو وضع كافة الموضوعات محل النقاش امام القادة والتفاعل بشأنها من خلال جلسات مغلقة للحوار الاستراتيجي الى زاوية خبر وتغريدة ومبادرة رئيس الوزراء الايطالي بلعب البلياردو مع نظيراته البريطانية تريزا مي في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش مشاركتهما في القمة العربية الاوروبية بلغ عدد مشاهدي هذا الفيديو عبر صفحة رئيس الوزراء الايطالي عبر تويتر حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش اليوم ما يقترب من نصف مليون مشاهدة ليتصدر عنوين الكثير من المواقع الصحفية ونبدأ قراءة هذه الاخبار مع ضيفي أستاذ أشرف العشري من القاهرة أستاذ أشرف The Independent Arabية هنا أشارت الى ان قضية ايران مازالت او كانت مثار خلاف عربي اوروبي في الاجتماعات السؤال هنا وبعين الصحفي هل تؤيد او تجد فعلا ان استخدام فكرة الخلاف للإشارة لهذا التباين يؤكده الواقع الآن او ما تعيشه أجواء القمة بكل تأكيد كانت هناك طروحات كثيرة من قبل العائل السعودي الملك سلمان بن عبد عزيز خانم الحرمان الشريفين ورئيس عفتاح السيسي على الدول التي تسعى لأحداث نوع من إشعال الحرائق في المنطقة وتوفير ملازات عميلة الإرهابيين وتقديم المال والدعم لهم لتنفيذ عميلات إرهابية وبالتالي أعتقد كانت الأشارة واضحة إلى أن إيران في المقدمة مع هذه الدول تحديدا بشكل مباشر وليس ضمنيا وتلعب دورا كبيرا حتى الملك سلمان أعتقد أنه أشار بشكل واضح في كلمات الفتاحية التنخلات الإيرانية في المنطقة وسعيها إلى توفير كثير من بعض الاستحقاقات للأسف الشديد السلمية باتجاه الإرهابيين وأعتقد أن هذا الأمر كان مصار رسائل مصرية السعودية عربية للجانب الأوروبي الذي ما زال حتى هذه اللحظة يبكى على شعرة معاوية في التعاون مع إيران لإعتبار أنه وقع التفاق الخاص بالبرنامج النووي ولم ينسحب كما حرس من كبير الإدارة الأمريكية في العام الماضي بكل تأكيد هذه النقطة ما زالت مصار خلاف وتباوين فوقات النظر وتحتاج لأن يكون هناك جهد عرب في المرحلة القادمة من خلال الحوالات المرتقة وبين الجامعة العربية المفاوضية الأوروبية للتعاطي عبر الألية التي تم تنفذها خلال اجتماعات القمة التي انتهت للتوحى حالا وقالها بإصعى فتاح أساسي عنها أنها سعت إلى إحداث نوع من التوافق بشكل شبه نسبي فيما ترك بمجمد القضايا في هذا الشان وأعتقد أنها وقال كل القضايا حصت على توافق مبدئيا بين القادة والزعماء في دول الاتحاد الأوروبية والجامعة العربية وبالتالي هذا الأمر يشكل باكورة اهتمام وتحرك في المرحلة القادمة الإمكانية أن يكون هناك بالفعل تركيز أو عملية فوكس على إيران في المرحلة القادمة حتى يتم تعريتها وأيضا توجيه كثير من السهام والانتقادات وأيضا المواقف العدائية بالتجاهة إيران حتى التوقف عن مثل هذه الممارسات أستاذ الشام عبدالله ضيفي في رمالة لعلك تبعت فعاليات القمة منذ الأمس وحتى اليوم في البيان الختامي وكلمة رئيس المصري بماذا تفسر بالعودة إلى مطرحته independent عربية لعبارة قضايا مؤجلة الحسم للحديث عن بعض الملفات التي ترحت في هذه القمة العربية الأوروبية وضعا في الاعتبار طبعا أستاذ الشام نادي قمة أولى والأجواء ربما لم تكن مهدى بالقدر كافي لإيجاد اتفاق على معظم القضايا نعم أولا مرحبا بك وبضيفك الكريم وبجمهور المشاهدين الكرام صحيح المسألة لا تتعلق فقط بالموضوع الإيراني وإن كان الموضوع الإيراني على أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وبالنسبة أيضا للمنطقة العربية لسيما دول الخليج ولكن ثمت قضايا شائكة جدا ولها علاقة بالمصلحة المشتركة ما بين أوروبا والدول العربية والجميع يعرف أن المصلحة المشتركة هي مصلحة الاقتصاد أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي الأمور الأخرى ولكن تعرف أوروبا ويعرف العرب جميعا أن لهذه الحاجات الاقتصادية المتبادلة تداعيات أخرى المنطقة العربية لازالت ومنذ عقود تدور في حالة عدم استقرار والهاجس الأمني يلوح في المنطقة لا نريد أن نذكر ماذا يحدث في ليبيا أو في سوريا أو حتى في مصر المسألة الأساسية هي مسألة الأمن بالنسبة للقيادة وبالنسبة للشعب أيضا في نفس الوقت ولكن جميع هذه الأمور تترك تداعيات لها علاقة بحقوق الإنسان أوروبا التي تقول وتتغنى بحقوق الإنسان وهي نفسها التي تورطت من خلال أجهزتها ومخابراتها في سوريا وفي ليبيا وفي مختلف المنطقة أوروبا نفسها التي الآن تضع قضية الهجرة بالنسبة لها قضية أساسية هي كانت من أول الدول دول أوروبا من أول الدول التي احتضنت أشخاص وشخصيات كانت تقدم لهم كل المساعدات والإمكانيات وفي النهاية استحال هؤلاء إلى إرهابيين أو إرهابيين فنحب بالفعل ولكن أريد أن أشير إلى أن من قرر أن تكون هناك قمة أعتقد أنها خطوة ذكية لأن في إمكان هذه القمة وفي مثل هذا المستوى والحجم والأهمية أن تغطي على قضايا ممكنة وفي نفس الوقت تعطي فرصة لجميع الأطراف العربية والأوروبية للتعامل بمقاربات على الأقل يعني لنقول مهنية أو أقل إثارة للجدل وأعتقد أن هذا ما يحصل هناك الكثير من الأمور التي لا يحب الطرفان الأوروبي والعربي الخوض فيها علنا ولكن أن الأمور تفرض نفسها عليهم واتطروا لخوضها الآن أستاذ أشرف العشري وسنتابع بعد لحظات الفيديو الخاص أو الصورة الخاصة لرئيس الوزراء الإيطالي وهو يلعب البلياردو في مدينة شرم الشيخ مع رئيسة الوزراء البريطانية بأي درجة يمكن أو تعتقد أن هذه الصورة بتعكس أو يعني لها انعكاس على المشكلة القائمة بين القاهرة ورومة الخاصة بيريجيني والمعروفة وبطبيعة الحال وضع صورة أو تصوير هذه اللقطة أكيد خطوة مدروسة من قبل من أخذها ومن وضعها أيضا دعني في عجالة أضيف بس في كلمة صغيرة أنك لا يمكن تتوقع في قمة تحكد المرة الأولى في جرم الشيخ أو بين العرب الجانبين العربي والأوروبي منذ أكثر من ستة عقود حتى الآن وتتوقع هذا سحل من التوافق 100% لابد أن يكون هناك في بداية الطريق بعض المنعارجات بعض التابعات بعض الاختلافات أملا في الوصول إلى طريق مستقيم من التفاومات في مرحلة قادمة ربما قبل القمة القادمة في بروكسو العام 2022 بكل تأكيد هذه قمة ناجحة تحسب للجانبين العربي والأوروبي وفي نفس الوقت كميما توفر شبكة تعاون وشراكة استراتيجية سيتم البناء عليها من الأنفة الصعيدة لخلال السنوات القادمة لنصرة أو توفير غطاء عربي لكل القادمة العربية السياسية والاقتصادية والتنموية في هذا الشأن ربطا على سؤالك فيما يتعلق بصورة خاصة بلعب البولياردو أعتقد أن هذه الصورة تمثل ربما تكون خير دعاية ومقصد سياحة لمدينة شاب الشيخز اثنين من زعماء العالم إيطارية وبريطانيا زعماءهم يحضرون ويشاركون في هذه الكمة ثم يجرون الوقت المتاح أو الكافي للجوء لهذه اللعبة ونشر الصورة بحالة الاستكتابة الحالية من قبل كثير من المتابعين في العالم وفي العالم العرب أيضا وفي أوروبا هذا يؤشر على أن هناك بالفعل تفاهم أوروبي فيما بينهم بالرغم كثير من بعض المنغصات ومنوكفات السياسية لكن على الجانب العربي في مصر تحديدا أعتقد أنه حالة من الانفتاح من قبل الرئيس وزراء إيطاليا على مصر وأن قضية ريجيني ستسوى عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والأمنية أيضا خاصة أن هناك تعاون شوط كبير قد قطع في السنة السنوات الماضية هناك حالة من الرضا إلى حد ما من كبن إيطاليين حول حجم التعاطي المصر والزخم في توفير كثير من استحقاقات المعطيات والمعلومات الخاصة بهزير قضية وأن هناك ما يجمع البلدين من استثمارات بلغة الأهمية في مجال الطاقة والغاز والمترول عبر شركة إيني وغيرها من الاستثمارات وبالتالي الانفتاح هذا وهذا الحضور على مستوى الرئيس الوزراء الإيطالي إلى شرم الشيخ يعكس مدى رغبة الجانب الإيطالي في تجاوز أي بعض الأزمات العابرة والتفاهم حول مستقبل واعد لمسيرة العلاقات بين البلدين وفي نفس الوقت أيضا التوصل إلى صيخ تفاهم حول هذه القضية عبر الحجرات المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام كما وجدنا في الأوان الأخيرة من بعض التصعيد من كبن الأعضاء في مجلس الشيوخ الإيطالي سببت في حالة من إلى حد ما الخدمت التباعد في مصاري العلاقات لكن كثيرا أو سريعا ما تم لحق هذه العلاقات وعودتها إلى الطريق الصحيح والسكة الصحيحة من جديد وزير الزيارة ومع حالة اسم كبن الوزير رئيس وزراء إيطاليا يعكس حجم الاهتمام وصلت الخكرة من تصليط الأدواء عليه أي أن كان في هذه النقطة ومن القمة العربية الأوروبية ننتقل إلى الصحافة الإسرائيلية في جولتنا اليوم وتساؤل طرحته صحيفة هارتس عن قوة العناصر الفلسطينية في سجون الاحتلال سياسيا وإمكانية تأثيرها على القرار السياسي الفلسطيني وقالت الصحيفة إن قيادات السجون تستعد لمواجهات في الأجنحة الأمنية بعد إعلان قادة حماس في أحد السجون عن استقالتهم وعزم القادة في سجون أخرى على الاستقالة وقد طلقت مصلحة السجون الإسرائيلية معلومات استخباراتية عن نية السجناء القيام بالتصعيد بسبب تجديد الرقابة على المعتقلين في بعض من السجون والمعتقلات سيد هشام عبدالله هنا الصحيفة الإسرائيلية ودوما مع الصحافة الإسرائيلية نتوقف كثيرا أمام استخدامها بعض المصطلحات هي استخدمت في سياق هذا الخبر مصطلح دولة السجناء ما رأيك بداية في هذا التوصيف نعم يعني طبعا لافت جدا ولكن المتابع للمقاربات السياسية الإسرائيلية وبالتحديد كيف تتعامل وتريد أن تؤثر وتضعف الجانب الفلسطيني هي يعني استراتيجية ليست وليدة اللحظة ولا وليدة الظرف الحالي ولكن هي بالنسبة لإسرائيل استراتيجية المقاربة التي قدمتها الصحيفة هي ليست بعيدة على الإطلاق عن السياسة الإسرائيلية ويجب أن نؤكد أن ما تقوم به إدارة يسمى إدارة السجون الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين هو عملية تنفيذ هذه الإدارة تنفذ سياسات إسرائيل ولا تضع السياسات فبالتالي ما يحدث الآن والمقاربة التي قدمتها الصحيفة إنما تأتي خطوة أخرى ضمن الخطوات التي تريد إسرائيل من خلالها إضعاف الموقف الفلسطيني الفلسطيني رأينا كيف حاولت من خلال ما أرادت أن تقدمه من تهدئة أو هدنة مع حماس ولكن ذلك لم ينجح رأينا كيف حاولت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة بكثافة وبشراسة وبمحاولات قوية جدا ومفتعلة أن تقول أن العرب يطبعون مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين ولكن ذلك يمنجح الآن تحاول الآن تحاول عفوا الآن تحاول السلطات الإسرائيلية أن تخوض في إحدى الأمور الأساسية الحساسة خاصة قضية المتقلين التي تقول للجانب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أن السجون هي التي تقرر وليست قيادة فتح أو قيادة حماس أو قيادة مدنة التحرية هذه نعبة جديدة وخطيرة سأقتمعك أيضا لأنني أريد أن أستوضح نقطة مهمة الصحيفة بتشير إلى وجود هكذا تقول معلومات استخباراتية بشأن تطورات الأفضاع في السجون والسؤال إذن المهم هل يمكن أن نقول أن هناك أو هذه العبارة تشير إلى وجود أعين الاحتلال بين المعتقلين المؤثر الأساسي في السجون هو الإدارة السجون وترجمت ذلك عمليا هي الحكومة الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية هي التي تقوم يعني رأينا خلال الأشهر الأخيرة ومن السنة الماضية محاولات التشريع الجديدة من قبل قتل متطرفة في الكنيسة الإسرائيلية ذهبت إلى حد مطالبة بإعدامهم وكيفية التعامل معهم في أطول مختلفة فعمليا السياسة تأتي من الجسم السياسي الإسرائيلي ومن ثم تنفذ وهو الجسم القادر التنفيذي القادر على التأثير على المعتقلين طبعا هو إدارة السجون في هذه الحالة ابقى معي إذا تفضلت أستاذ شام تفضل بالبقاء معي أستاذ أشرف مشاهد الكرام جولتنا مع الصحافة الدولية والعربية لا تزال مستمرة في الصفحة الأولى نعود إلى حضراتكم بعض فاصل قصير من جديد أهلا بكم إلى عالم الصفحة الأولى وتحديدا إلى الصحافة البريطانية وتساؤل حذر عن الجهود التي تقوم بها رئيس مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد والتي أشارت صحيفة ديلي تيليغراف إلى جولاتها بالقارة العجوز الآن الصحيفة أشارت إلى أن إلهام أحمد أعلنت في لندن أن بريطانيا مطالبة بعدم تجاهل الأكرار وقالت أيضا إن الأمن القومي البريطاني سيكون معرضا للخطر إذا ترك شعبي تحت رحمة تركيا وتضيف الكاتبة أنها تجولت في العواصم الأوروبية في الفترة الأخيرة ولمست أن انتصار قوات سوريا الديمقراطية على تنظيم الدولة الإسلامية لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه فقد كانت الحملة العسكرية على التنظيم غير مؤثرة بالدرجة الكافية على حد تعبيرها لأن تمتدح قوات سوريا الديمقراطية أستاذ أشرف العشري ضيفي في القاهرة أجدد أتحية لك الصحيفة هنا تشير إلى أن إلهام أحمد ترغب كما تقول الصحيفة في ثمن للقضاء على داعش عبارة ثمن هنا هل هو توصيف جيد من الصحيفة أم هو فعلا انعكاس أو عكس صريح لتصريحات إلهام أحمد أعتقد بالفعل أنها كانت تحصل تسعى للحصول على السمن هي زارة الولايات المتحدة الأمريكية قبل بريستانيا وقبل العواصم الأوروبية وستطعت أن تقنع الإدارة الأمريكية في الإبقاء على ما يقارب 200 إلى 400 جندي أمريكي أو من قوات الجيش الأمريكي في مقاررة التنف في شرق الفراط في المنطقة في شمال سوريا وأعتقد نجحت على حد ما وتريد وسعت إلى إقناع الجانب الأمريكي بالضغط على الجانب الأوروبي للتوصل إلى صيغة فأيضا بأن يكون هناك قوات مشتركة أوروبية أمريكية في محالها القادمة والولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير دفاعها بالنيابة وجه دعوة في اليومين الماضيين للأوروبيين بأن يشتركوا بقوات أخرى مع قوات الأمريكية هل ستنجح الإدارة الأمريكية في إقناع الغرب وهل ستنجح إلهاب أحمد وتستغل وجودها في العاصمة البريطانية والعاصمة الغربية والأوروبية بإمكانية الامتسال إلى مثل هذا الطرح الأمريكي الكردي أعتقد أن هذا الأمر يتوقف على حجم التعاون الأوروبي بالأمريكي في محالة القادمة لكن دعونا نتفك على أن الأطراك لديهم مخاوف وهواجس ويشعرونها بخيبة أمل لأنهم لم يحصوا على كثير من الأسمان والفواتير التي سددوا ودفعوها في مواجهة داعش واستطاعوا أن يقضوا عليه في أكثر من منطقة في فترة أخيرة واستطاعوا أن يوفروا بالفعل كثير من بعض المنصات لاستهداف داعش حتى في مناطق التي حاصروا فيها هم وعائلتهم لكنها في المقابل أعتقد أنها تخشى بأن ينتحب الأمريكان والغربيين ويتركون فريسة للجانب التركي يعبس بهم في المحالة القادمة وأنهم لم يحصوا على الضمانات الكافية لا من أمريكا ولا من الاتحاد الأوروبي وأن كل ما حصل عليه وعود زائفة حتى الآن وأنهم يخشون أن يكون هناك بالفعل توغل وتغول تركي بالتجاهون في المحالة القادمة أن أعيد أن أهدغان لديه صأر أو عملية سائرية مع أولئك هذه النقطة تحديدا تركيا أشارت إله لها محمد بشكل واضح وقد فعلا استوقفتنا عبارة قالتها ونقلتها عنها صحيفة أستاذ شام عبدالله وهو تأكيدها بأن الأمن القومي البريطاني سيكون معرضا تصريح إذا هي تقول توريك شعبي تحت رحمة تركيا أردوغان التلويح هنا بقضية الأمن القومي البريطاني سيستشام هل تعتقد أنه يمثل ورقة سياسية تحاول إلهام أحمد أن تلعب بها أعتقد أنه لا يمكن أن نحسم ذلك الأمر على وجه اليقين أن لديها ورقة قوية أو لدى الأكراد في المنطقة هذه الورقة التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي البريطاني في هذه الحالة واضح تماما أن مثل هذه المقابلة تمت على الأكثر كما يبدو لي بطلب من السيدة إلهام وليس من الصحيفة نفسها ولكن الصحيفة نفسها لن تعارض نشر مثل هذه المقابلة أعتقد أن الموضوع يعكس للأسف يعني موقف يائس من قبل القوات هناك في هذا الخصوص وهي محاولة من ضمن المحاولات الأخيرة للتأثير لم يستطيعوا التأثير على المتحدة الأمريكية وآن يريد أن يؤثروا على الأوروبيين في هذا المجال على بريطانيا ولكن للأسف بريطانيا وغيرها وليات المتحدة الأمريكية استخدمت الأتراك ليس فقط في هذه المنطقة في شمع سوريا وإنما استخدمتهم في العراق واستخدمتهم في كل مكان تواجدوا فيه في المنطقة وليست هناك مؤشرات تقول أن هذا الاستخدام ستوقف أستاذ أشرف وسريعا في هذه النقطة هل تعتقد أن رحلة إلهام أحمد ربما ستكون بداية أو محاولة لتقسيم سوريا خاصة أن الصحيفة ألمحت في سياق الخبر إلى هذا الأمر وموضحة أن أحمد ترغب في تطبيق ما يمكن تسميته بالنظام الكونفدرالي بسوريا أعتقد الناسة تفشل فهذا الشأن لأن هناك بالفعل مواقف سوريا مبدأي عبرت عنه بوسينة شعبان مستشار رئيس السوري ونائبه في الشؤون السياسية والإعلامية في الأوين الأخيرة وقالت أننا لن نقبل أي نوع من الحكم الذاتي أو الكونفدرالي للأكراد أو غيرهم وأن وحدة أراضي سوريا وحدة أراضي وحدة الأراضي السورية وحدة واحدة لا يمكن التجزيع أو التقسيم وحتى في الموقف الروسي يشكل غطاء بلغ الأهمية للجانب السوري في هذا الشأن وبالتالي محاولاتها لإحداث نوع من التقسيم أو الحصول على انتيازات بحكم الزاسية ستفشل لأن بريطانيا ومولايات المتحدة الأمريكية موقفهم ضعيف داخل ملعب السوري الآن التفوق لكل من روسيا وتركيا وإيران والجانب الأوروب وقوات التحالف الدول برئاسة أمريكا تلملم كثير من أشلائها وترحل في المنطقة خلال الفنحالة القادمة وبالتالي سينتصر الجانب الروسي والسوري في هذا الأمر حول الحفاظ لوحدة سوريا وأعتقد أنه مسئم المفاولات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وبين أيضا كثير من الدول العربية حتى في كمة شر مشيخ لأنهم يعتقدون أنه يجب أن يحفظ على الوحدة الوطنية والدولة الوطنية للدولة السورية في هذا الشأن وبالتالي تنجح السيدة إلهام أو غيرها في إحداث ما يسعون إليه مفهوم نقتتم بهذا الخبر في صفحة الأولى وهذا التساؤل كيف سيتم التعامل مع أطفال داعش في العراق سؤال تطرحه صحيفة Financial Times والتي أشرت في تحقيق ميداني لها عن تزايد المخاوف من مصير أو على مصير ومستقبل أطفال عناصر تنظيم داعش في العراق تقول Financial Times إن قوات الأمن اعتقلت الألاف المشتبه في علاقاتهم بتنظيم داعش وبعضهم من الأباء وهو ما جعل الكثير من الأطفال أيضا عرضة للضياع الآن في ظل غياب العائلات ومحاولة بعض من الخلايا النائمة استقطاب هؤلاء الأطفال لإعادة إحياء التنظيم من جديد